وارجعنا لكم تاني وفاكرتنا الاخيرة هنتكلم فيها عن عوضة النشاط الرياضي في جميع مجالات الرياضة حيكون ضفنا النهاردة الدكتور محمد البلتاجي أستاذ وصول التربية البدنية والرياضة بجامعة حلوان أهلا بيك يا ده أهلا بحضر يا قفن انوارنا ومشرف برنامج هاشتاج ببنا أخليك يا رب وارب تكون حلقة مفيدة والناس في كلمات بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هي يا دكتور بقى كلمنا على إجراءات اللي تم اتخاذها بالفعل لعودة النشاط الإجراءات دي بكافة مجالاته هو في البداية طبعاً إحنا الدولة قدرت موضوع ده فيروس كورونا والجائحة اللي اكتحت العالم كله بيجن باحترفية جداً لأول مرة وجدنا أن الدولة عملت إجراءات والإجراءات دي تم تنفيذها بشكل كويس فجيت دور بقى أن إحنا عايزين نرجع الرياضة اللي هي بتمثل جزء من الاقتصاد المصري اللي بيشتغل فيها حوالي 3 مليون مصري قطعة كبير طبعاً كبير غير اللي بيستفيد منها حوالي أكتر من 5 أو 6 ملايين ممارسين فجال لابد أن احنا نفكر في آلية فإنكي الأستاذ الدكتور أشف صبح وزير الرياضة أعلن في بداية في آخر شهر يونيا على الإجراءات الخاصة بعودة الأنشطة الرياضية وعمل حاجة اسمها أكواد خاصة بعودة النشاط الأكواد دي قسمت العودة للنشاط لعلى 3 مراحل حسب أنواع الأنشطة الرياضية فقالت أن فيه ألعاب قليلة التلامس وفيه ألعاب متوسطة التلامس وفيه ألعاب شديدة التلامس وحط في كل مرحلة من دول فترة زمنية مدى زمني من يوم ل 15 يوم فالكأن المرحلة الأولى هي الألعاب قليلة التلامس وفيه احتكاك مباشر خلاص هتبتدي تشتغل من 1 إلى 15 ومن يوم 16 إلى 30 هتبقى الألعاب متوسطة التلامس من يوم 1 أغسطس لغاية 15 أغسطس الألعاب شديدة التلامس وعلى أن تكون عودة المنفسات الرياضية على كافة ألعاب اتداءا من 15 أو 16 أغسطس وعلى كل اتحاد من اتحادات الرياضية اللي هو يحط الإجراءات الخاصة به اللي على أساسها هيبتدي يشتغل يعني اتحاد الكرة يحط نظامه اتحاد السلة اتحاد ترك كل لعبة من الألعاب الرياضية تحط الإجراءات اللي هي شايفة من وجهة نظرها إن هي توفر الحماية الكاملة للشخص والسلامة للممارسين عشان ترجع تمام طب إيه الإجراءات اللي تم اتباحها أو الواجب المفروض تتعامل في المراكز الشباب والأندية إحنا لما نيجي نتكلم نازم نتكلم عن في مجموعة من القواعد العامة الخاصة بالتشغيل أي منشاعة رياضية ويكون الهدف الأساسي قدام إدارة وقيادة أي منشاعة رياضية إن أنا إزاي يوفر عوامل أمن والسلامة للممارسين والأرواد المكان حتى يستمر هذا المكان في العمل وما تظهرش حالة من حالة الكورونا فلما نجي نتكلم في الإجراءات الإجراءات بتبدأ من أول دخول البوابات الدخول فتجد أن أغلب الأندية بناء على الأكواد اللي نازلة عملت بوابات للدخول وبوابات للخروج إيه سبب كلمة بوابات دخول وبوابات خروج عشان أقل الإحتكاكات أقل الإحتكاك بمعنى أن أنا بعمل منفذ واحد ناس بخش منه بعمل فيها نقاط طبيعة على الأرضية بعمل مسافة ففيش تزامه التزاحهم التزاحهم ممكن يعمل إحتكاك الإحتكاك حد عنده برد فيعطس يكح الكلام ده كله فيحصل نعم الإحتكاك هل تم اللي هو الجهاز اللي البوابات التعقيم في نسبة كبيرة من الأندية اللي هي متعيسرة وعندها إجراءات مالية ووفرت أندية كتير الحمد لله نجحت في أنها توفر جهاز التعقيم على الرغم أن بعد كده تقالي أن وزارة الصحة بتقول أنه هو مش مفيد قوي ما بيأسرش الأول عام الأول مرحلة اللي قالك أنه هو الجزء الخاص بمنطقة الرأس يتم إلغاء الرشاشات اللي فيه أنه بتنزل على الرأس والعين وبعد كده نشتغل في الجناب وبعد كده طلعت في بعض بعض يعني وزارة الصحة أشارت أنه هو مش مؤثر بشكل كبير لكن الأندية لغاية النظم تستخدمه كويس أنا نعرض برضو صور الإجراءات الاحترازية أه فبيتم التعقيم من أول دخول للشخص قبل ما يخش على البوابة ويدخل صور موجودة على هو اللي وحدك عز تعلق حاجة تفضل فإن قبل ما بيخش على البوابة فهو أولا لازم يمر على جهاز إياس الحرارة الهدف من جهاز إياس الحرارة حاجتين أنه هو التأكد من أن درجة حرارة الشخص أقل أقل من سبعة وثلاثين وأقل من الحالة أن هي تستدعي عدم دخوله أي شخص درجة حرارة ثمانية وثلاثين فالمفروض أن الفرد الأمن اللي موجود على البوابات بيعتزل للشخص وقول له لا خلاص عدم البوابة بيخش المفروض أنه فيه خطوط مسارات سير للدخول للأنشطة الرياضية ومسارات خروج المسارات دي بتختلف بحيث لو النادي فيه كسافات أعداد ما حصلش إيه تزاحم في الأماكن دي كل ملعب من الملعب الرياضية اتحط له إجراءات خاصة بالأمن والسلامة خاصة بيه هتجد أنه ده يعني زي المنزل اللي قدامنا دهوط على حمام السباح فهو بيقيسوا المدرب وبيقيسوا للعبين لاعب لعب عشان يتأكد من سلامته ده غير الإجراءة اللي تم على البوابة غير الإجراءة تانية ده إجراءة تانية كويس جدا أدواته بتتعقب أو يخش مكان حمام السباحة بيبقى يلابس الزي بتاعه نظر الغرف كلها بتاع تغيير الملابس على مستوى الأندية بناء على الكود مغلقة يعني ما فيش غرف لتغيير الملابس لمعنى الاحتكاج الطفل بيخش ياخد دوش عشان ينزل النشاط أغلب الأندية بناء على تعليمات اتحاد السباحة أنهم حددوا عدد الأشخاص في كل حارة يعني لك أنه ما نجي نتكلم عن السباحة في الحمامات الأولمبية ما يزيدش عدد اللي بيعومه في المجال التدريب عن اتنين يعني أنت لو عندك حمام عشر حارات يبقى متصر بعمل في الحمام كام حد أقصى عشرين طفل في المدارس كل منشاء عملت عشان تقلل الاحتكاج نفس الكلام قال ليه لتقلل لو عندنا حمام خمسة عشرين متر هخلي عدد الفصول من أربعة لخمسة لفصل الواحد والدلع الواحد اللي هو خمسة عشرين متر ما يزيدش عدد الفصول فيه عن أربع لخمس فصول بحيث أنه يعمل إيه؟ تباعد بين الأطفال والأطفال اللي فيه أطفال قعدة فوق أطفال بتمارس كل المعلمين تم تنبيه عليهم وإكبرهم أنهما يعملين فيس ماسك بلاستيك بحيث أنه ما بقاش فيه احتكاج بينه بين الطفل مباشر خلاص عن طريق الكلام أو الرزاز اللي بيطلع منه ده بالنسبة لعبة السباحة المفروض أنه مدد التدريب ساعة في التعليم في مجال التعليم فبتقسمت على جزئين جزء تلاتين دقيقة الولد بينزل ياخد التدريبية ساعة التعليم أو التدريب بيطلع خمس دقائق ياخد راحتي مع أدواته الشخصية اللي زمزمين بتاعتي بياخد بيشرب مية بيخش ياخد دش تاني في المنطقة المفتوحة اللي أنت موفرها أنه هو الولد يستحمه فيها بيرجع تاني يكامل تدريبه وبعد كده بيخلص تدريب بيلبس بياخد دش والأجراد دي في جميع المجالات في السباحة في الألعاب الجماعية معمولة نفس الطريقة بس حاجة تانية أن أنت بتطهر الأدوات المستخدمة في التدريب يعني أنا ملعب باسكت بيتم تجهيز الملعب الباسكت قبل دخول الولد بيتم رش الملعب وتطهيره الأدوات اللي بيستخدمها كرات أماء أحباء حبال أطباء بيستخدمها في التدريب بيتم تعقيمها بشكل كويس جدا خلاص المدرب اللي وقف قدامهم لابس كمامة وهو بيتكلم وفي مسافة طبعا المسافة الأمينة بينهم ومن المدربين توزيعهم في الملعب أن يتحدى أقصى للعيب طب الألعاب اللي فيها اشتباك وتلامس الغد الوقت الألعاب اللي فيها كراتيو كوفو والتاكندو كله شغال في الفترة الشهر دوت اللي هو شهر يوليا كله شغال جزء بدني غير أن بعد الأندية أثبت الأبسطة هنرى صغر الملعب برضو هتجد أن دي عملية التنظيف اللي بيتم طبعا بشكل يامو دلوقت في كل الأندية بلا استثناء سواء أندية جولة صغرة هتجد أن الأندية لازم يتم عملية غسيل للأرضيات بعد ما بيتم الغسيل العادي بيتم عملية التطهير خلاص بالمواد يمكن القوات المصلحة من خلال الحرب الكيموية موفرة مواد للتطهير بشكل إيجابي وبسعر كويس مش غالي بتساعد أن هي بتعملك عملية تطهير للكلام ده كله كافت لو نحن نجينا تكلمنا على العاب المنازلات عشان بوساط تجد أن كل الأندية وأغلب الأندية قسمت أبسطتها كبيرة أبسطتها صغيرة بحيث أن كل بوساط من الأبسطة دول يبقى عليهم بدلا ما قلت بتحط البوساط عليه 30 لعب و40 لعب ما بقاش فيه كلام ده لأ بوساط مسافة صغيرة عليه 5 لعبين حد أقصى كل 5 من اللاعبين دول خلاص بيبقى جزء دلوقتي اللي شغلنا أول 15 يوم أغلبهم شغالين جزء بدني هيبتدي الجزء المهاري برضو اللي هي المهارات الأساسية اللي مفاش إيه احتكاك مباشر باللعب يعني زي ما قلنا اللاعبة اللي فيها التلامس أو احتكاك وقفة دلوقتي آه مش وقفة هي بتشغالة بس مركزين على الجزء البدني خلاص وبعد المهارات اللي عن بعض يعني بتعمل شادو يعني بتعمل المهارة والحركة بدون احتكاك مع أزمين مباشر لك بنت بتعمل نفس الحركات بدون الاحتكاك المباشر كويس جدا كويس جدا طب إيه دور الدولة في الرقابة انت شايف الإجراءات اللي اتخذتها الدولة والرقابة يعني فيه رقابة على الإجراءات اللي قررتها الدولة بص اقول لحدك حاجة نعمل الكلام بصراحة هو الإجراءات اللي اتعمل في الأكواد مميزة جدا ولكن هي برضو بيبقى عندنا جزء مهم وهو جزء ايه؟ المراقبة بالضبط المراقبة يمكن سيد الوزير الدكتور أشرف صبح قال في ساعة اعلانه القرارات والأكواد لازم في المتابعة وخير اه قالك ان سوف يتم تكليف للمدريات التابعة لها للمتابعة هو بيتم متابعة بشكل يعني بشكل ايه زي بيقولوا ايه روتيني الأخبار عندكم ايه بعطونا سورة التطهير اللي انتو بتعملوها والكلام ده كله بس ما فيش متابعة فعالية فتجد ان فيه أندية اللي خايفة عن أولادها وخايفة عايزة تبقى فيه أمان وعايزة النشاط يرجع والنشاط يستمر لغاية من غير ما يحصل لقدر له اي حلق كورونا في المكان فالمكان يبقى عنده مشكلة عملت الإجراءات الناس التانية اللي هي بقالها أربعة تشورة حاسة ان فيه جانب اقصاد كبير جدا وقع في الأندية نظر انتو مفيش إرادات وبتصرف مرتبات فشغل بعدات كبيرة فالنا نحيا اللي أنا بطلبونه من برحلة لكم من هنا نتمنى ان الرقابة تبقى قوية وضمن صوتنا لصوتك طبعا لازم يكون فيه رقابة ولازم يكون فيه رقابة من الأسرة ومن البيت عشان نخرج من الأزمة فالبدا يبقى فيه رقابة ويبقى فيه الشخص اللي يرتكب خطأ يتم محاسبته النادر اللي يخطأ في التنفيذ الإجراءات لازم يتعاقب عشان يكون بصوت عشان نخرج من الأزمة على خير جزيز لله فيه سؤال مهم جدا طبعا بندرج تحت بند الرياضة طبعا رياضة الانقاذ طبعا كلنا عارفين الخبر القليم اللي اتنشر الشهيدة والغريق في شط النخيل في اسكندرية طب الفرق اللي هي فرق الانقاذ يعني التدريباتها وتدخلاتها بتكون ازاي بص برضو لازم نتكلم ان الجزء خاص بالانقاذ هو الجزء فيه شقي شقي بيقع على المواطن اللي هو الشعب اللي هو احنا بالزبط وجزء بيقع على الدولة في توفير الإجراءات طبعا الجزء خاص بالمواطن تجد ان أولا من ربنا يرحم الشباب دول وصبر أهليهم على الفجاعة اللي هم فيها بس لازم نحط في اعتبارنا حاجة هم نزلوا ومرسوا نشاط سباحة الساعة كامل خمسة صبحة ستة صبحة في فترة معروفة ان انت توقيت توقيت دوت ما فيش اصلا رقابة حتى لو انت موفر رقابة مش هتوفر في 24 ساعة رقابة فهو يبقى معنى ذلك ان ده حاجة شخصية فلابد ان الوعي عندي ناس يزيد ان ده روحي بزر انا بحافظ على نفسي فالأسرة ده دورها كبير جدا في الحتة دي دور الوعي الأسرة ان هي توعي ولادها ويوعوا نفسهم ان احنا مش عشان نعمل نستمتع لمدة ساعة وكمان حصول من الشاطئ ده دايما بيحصل فيه بس الشاطئ من الشواطئ المعروفة ان هو من الشواطئ اللي بيحصل فيها حالات نظر ان احنا بنخاف على ناس و بنخاف على الشباب عشان كده وامواجه عليه جدا بنزعل جدا والله يعني المتكلم بقى على دور الدولة دور الدولة اللي هي ممثلة من خلال الاتحاد واجرات الاتحاد اعتقد الاتحاد بيقوم بدوره الفترة اللي فاتت ويمكن احنا انا موجود في الاتحاد من فترة كبيرة من 98 ونجحنا الفترة دية لغاية السنين اللي فاتت ان احنا نعمل تواصل كويس جدا جدا يعني فيها دين متدربة على اعلى مستوى حكي طبعا ما فيش دلوقتي موقس في مصر ما موجودش هاد انقصدر من الاتحاد مفيش هيئة وبيتدخله بسرعة وبيتوجده بسرعة ولا حكي طبعا المفروض ان هو هي بقى برضو بنتكلم في الجزء الايه الرقابة الرقابة ازاي انا النهاردة كدولة اللي هي مؤسسات مسؤولة عن الاشراف على الكلام ده المؤسسات دي مؤسسات حكومية بمعنى ايه يعني هو مسؤولة عن المصائف السكندرية صح هو موظف بس لابد ان كل موظف ده يقول اه يبقى فيه ادارة فنية تابع عليه بتديله الجوانب الفنية اللي هو محتاجها عشان يقدر ينجح في تطبيق الكلام ده كله نتشرفنا جدا بوقتك وكان نفسنا يكون فيه وقت طول من كده عشان نقدر نفيد المشاهدين بالعلم اللي عند حضرتك كلها نورتنا النهاردة وبنشكرك جدا وبكده عزيزي المشاهدين نقول وصلنا لنهاية الحلقة بتاعت النهاردة استنونا التلاتة الجاية ان شاء الله الى اللقاء